مكتوب كده في يعقوب رسالة يعقوب الإصحاح الرابع هارا ثلاث آيات عدد ستة وعدد سبعة وعدد عشرة العنوان للآيات دي أن دي لغة الله ده مفتاح العلاقة أنت لو ما فهمتش الإخلاق والتواضع والطاعة دي أنت مش مجرد مش هتستمتع سور يعني بس أنت مش تبقى موجود خالص في العلاقة ده مفتاح العلاقة دي لغة الله لو أنت رايح تتكلم مع واحد ما بيتكلمش غير فرنساوي وإنت ما بتتكلمش غير عربي مش هيكون في مبانكو حوار خالص لغة الله هي الإخلاق هي التواضع هي الطاعة لو مش طعب تتكلمها تتكلم معه زائي خليني يكون صريح أكثر لو أنت مش متواضع مش طعب تكون عندك علاقة مع ربنا خليني يا أرى الآيات عدد ستة ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة مش ممكن تكون أوضح من كده يقاوم الله الله في ناس بيقاومها ده إلهنا محب ده إلهنا بيقبل الكل حقيقي ده إله كل نعمة ده إله رحيم ومراحمه جديدة كل صباح حقيقي لكن المستكبر ما يقدرش يستقبل النعمة دي لإنه مستكبر المستكبر عايز يطلع فوقه يسوع فين؟ يسوع تحت يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة عدد سبعة فإخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم عايز تقاوم إبليس يهرب منك اخضع لله مين هنا عايز يقاوم إبليس مين هنا عايز إبليس يهرب منه اخضع لله طيع حتى الموت عدد عشرة اتضعوا قدام الرب فيرفعكم الله وضع قانون الله عنده لغة الله عنده مبادئ يسوع مش مجرد أخلى نفسه وأخذن سورة عبد عشان يورينا حاجة هو كان بيورينا نفسه هو كان بيأهبنا نفسه ولو احنا عرفنا يعني ايه إخلاق يعني ايه طواضع يعني ايه طاعة لو احنا أصبحنا متواضعين احنا هنكون عندنا كل نعمة هيكون عندنا كل عطية قلبي كان هينفجر من الفرحة ومن التأثر لما سمعت شادي النهاردة بيعرف النعمة جزء منها ان انا شايف نعمة ربنا في حياة شادي النهاردة وهو على المنبر ايه الفرح ده تفتكروا شادي بيشتغل احسن شغلانا تفتكروا شادي غني قوي تفتكروا شادي ماضي وحضروا بلا مشاكل عشان كده هيموت من الفرحة لا شادي اختبر نعمة الله عشان يتنطط قدامنا كده زي الشخص الجميل ده بيتطلب تواضع لان كان احتمالا هو يتنطط ونحن نمشي شادي نهاردة كان مختبر نعمة الله لان شادي اتضع امام الله ولان الله وضع نفسه لاجل شادي وكتعمل عيط وسبح ربنا وقول يا رب انت حلو قوي انت الملك الخادم انت الملك اللي بينزل لنا علمنا نفهم يعني ايه ننزل علمنا نفهم الاخلاق والتواضع علمنا نحب التاج ده اللي عكس طبيعتنا